ماذا كان يفعل الجنرال عون في منطقة المتحف مع الضباط الإسرائيليين يوم الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982 وصوره معهم تفضحكم ثم لماذا استقبله في موقعه في بئر حسن أمن أجل الإشراف على مجزرة صبرة وشاتيلة بدي أقول للنائب أسود زوجتك مسجلة في نقابة المحامين محامية وفي نفس الوقت موظفة في كازين لبنان وتتقاضى راتبا كبيرا دون الحضور إلى العمل فهل هذا هو الإصلاح والتغيير مع الإشارة إلى أن قانون نقابة المحامين لا يسمح للمحامين بالعمل خارج المهنة والتوظيف في أي مجال لذلك أنصحك أنت والجنرال بأن تصلحوا أنفسكم قبل أن تتحدثوا عن الإصلاح والتغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر